الشباب اللي بيسمعوا تفسيرات دينية مغلوطة بتحلل حرمة الدم والمال والعرض وبتقدم لهم مفاهيم تخدعهم ومن أهم المفاهيم دي الفرقة الناجية هو مصطلح استنتجه علماء الحديث من الحديث النبوي الشريف ستتفرق أمتي على 73 فرقة كلها في نار إلا واحدة فتعريف الفرقة الناجية بأنها هي المتبعة لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته دون بقية الفرقة التي عاصفت بها الأهواء وذهب بها الرأي وشبهات كل مذهب واستخدمته كل الجماعات المتطرفة بهدف التأكيد على أنها هي الفرقة الناجية التي كان يقصدها الرسول صلى الله عليه وسلم فكل الجماعات التكفرية تعرف نفسها بأنها الوحيدة التي تتبع الكرآن والسنة ومن هنا نشأت فكرة التكفير لدى هذه التنظمات فهي ترى نفسها على الحق بينما ترى غيرها على الضلال بما يستلزم قتلهم الجهاد هو مصطلح إسلامي آخر يعني جميع الأفعال والأقوال التي تتم لنشر الإسلام أو لصد عدو يستهدف المسلمين أو لتحرير أرض مسلمة أو لمساعدة مسلم ما والمسلمين عمتا جاء هذا المصطلح في بدء الإسلام عندما ذكرت معركة بدر في الكرآن الكريم ثم تم تعميم هذا المصطلح ليشمل أي فعل أو قول يصب في مصلحة الإسلام لصد عدو ما يستهدف الإسلام والمسلمين فعلا أو قولا أو كلاهما وظفته جماعات العنف والتطرف الديني لقتال خصومهم أو المختلفين معهم وهنا تم العبث بمفهوم المصطلح ودلالاته من أجل ممارسة عادة القتل التي تحكم عقلية الجماعات التكفرية المتطرفة رغم أن ميدان الجهاد الحقيقي هو مجاهدة النفس والبعد عن الشهوات وعدم إذا الغير الاستعلاء للاستعلاء عدة معان منها تصفية النفوس وتخلصها من غبش التصور وتحررها من ربقة الشهوات وثقل المطامع وظلام الأحقاد وظلمة القطيئة وضعف الحرث والشح والرغبات الدفينة وهو ما يؤدي إلى الانتصار على النفس والشهوات والمطامع والأخطات والانتصار بإقرار القيم والأوضاع السليمة لحياة الجماعة المسلمة تستخدم جماعات العنف والتطرف هذا المصطلح بصورة خاطئة حتى تثبت أنها هي الأصح إيماناً وتستعلي على الناس وكل الناس لعل أبسط مثال على استخدام هذا المصطلح في التاريخ الإسلامي من قبل الخوارج تبعتهم في ذلك التنظيمات المتطرفة التي تشهر سلاح التكفير في وجه الجميع حكاماً ومحكمين وعلماء وأئمة وعوام الناس ولأن الجماعات المتطرفة لا تتوقف عن محاولة تجنيد عقول جديدة كل يوم بتحاول تتسلل من خلال إسلوب وطريقة جديدة معتمدة على مفاهيم فسرتها عقول مريضة لا ترس والخراب والدم